ترجمة نانسي قنقر ورجعت مرة ثانية طيب أبسط لكم هي لو سألتكم أنتوا أي نوع من الأنواع عندي تايب A وعندي تايب B تايب A بكل بساطة الشخص عمره ما واجهته ولا أي مشكلة وفجأة واجهته مشكلة كبيرة تايب B إنسان يتعرض لمشاكل كثيرة في حياته وفجأة واجهته مشكلة مرة كبيرة يتفكرون في السؤال؟ قصدي في الجواب؟ دعوني بدا أن نرجع له بكل بساطة مرحلة من مراحل حياتي قبل عشر سنين تقريبا كلنا نعرف أنه الطلاب والطالبات اللي يدخلوا علمي ما كان عندهم إلا مسارين يا طب يا هندسة وإذا ولد عنده فرصة ثالثة أنه يدخل طيران طبعا الله سبحانه وتعالى من علي وحققت أمنية جدي ودخلت بدأت الرحلة الجميلة أنا حصير دكتورة الناس كده أول دكتورة في العيلة كلهم سيقولوني عالجيني حسنوا أنا اسماء الأدوية طبيعي أول ما دخلت الجامعة الحمد لله درجات كانت مرة عالية مسكت نشاطات في الكلية التي اشتغلت فيها أدرت مؤتمرات مسكت أنشطة طلابية وأندي علمية وما إلى ذلك الكل والجميع كان يعرفني عدت السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة وأشوف كده الدرجات طبعا جاءت آخر السنة أفتح زي كده وقتها كان اللابتوب بالجوال مني فاكرة كان وقتها عندي تسع مواد أتوقع أطل ألاقي F أشوف كده ياهو لا مجانين الجامعة أنا أرسب مستحيل كيف كده لا يمكن أنا أرسب أكيد في مشكلة أنا لازم أرجع للكلية مستحيل كيف نجع بواقي المواد و هذه المادة راسبة فيها على فكرة أنا وقتها أجيب تمانية وخمسين أتوقع تخفيضات البلاك فرايدي أعلى من الدرجة التي أجبتها المهم طبعا وقتها خلاص يعني شعرت بالخوف الحزن الوحدة تملكني أحساس الرعب الانكسار الهزيمة يا ربي ما سأفعل هل هذا معقول طبعا أنا كيف أرجع كما كنت ما سيحدث يعني الدنيا تحولت رأسا على عقب تملكني إحساسة كذا يعني التقليل من الذات جلد الذات انت فاشلة كيف حتقول الأمك كيف حتقول الأبوك فإن العيلة اللي كانت تحسب كيف حتطلها دكتورا انت راسبة قررت أن أعتزل العالم السوشال ميديا الأصدقاء تحولت حياتي الجحيم لسواد لدرجة وهذه كده لازم أوقف وأقولها أني دائما وأبدا في ذلك السنة اللي أنا عدتها وكن دائما أتمنى أنه أنا أطلع من الكلية أرجع بيتي تصدمني سيارة وأموت لهذه الدرجة لأنني ما كنت أبغى أصحى علشان أواجه نفس الأحاسيس نفس المشاعر النازج حتقول عني هل من جد أنا كذا حياتي انتهت وهي لسا ما ابتدت كان لازم أعدي عديت السنة طلعت السنة اللي بعدها عديت السنة تخطيت المرحلة هذه لكن أنا ما تخطيت الإحساس بطل الانكسار والهزيمة وكيف دفعت راحة طب وأنا ما أفعله لدرجة أنه لما كانت أنا عندي مشكلة مع الدرجات والأرقام لدرجة أنه لما كانت تنزل الدرجات ما كنت أفعله كنت ما أشوف درجتي طبعاً يعني عندي فوبي رعب لا يمكن كنت أستنى الكلية تنزل الأسماء حق الناس اللي عايدين المواد أنت تخيلوا يعني أشوف درجة الريست أشوف أسماء الناس اللي عايدين ومعنى أنا عارف أن أنا معدي على فكرة لا تحسبوني أني كل مرة حفشاً لا لا أنا عارف بس هبوا كده المهم فاللي حصل أنه ما تعدت هذه القوقعة ولا هذه الدوامة ولا هذه السوداوية اللي كانت في حياتي إليين ما مرحلة كده في حياتي للآن طبعاً لو تسألوني ليش سويت كده حقول لك والله ما أعرف صيف 2019 كذا صيف 2019 أنا نساطف شانا لحالي والصراحة يعني اللي خلاني أنا أبادر هذا المبادرة أنه أنا ما سفرت لأنه ما كنت أسافر كيف أسافر ومراسمة؟ لماذا أقول للناس؟ لماذا الفشيلة اللي أنا فيها؟ حضرت أحد الكورسات في أحد المستشفيات الخاصة بجده كان عن الطب الباطني طبعاً كانوا من مختلف المدن هنا في المملكة طبعاً أنا لم أعرف كيف حضرت الكورس فقط قالوا لي فيه كورس ودخليني أدخل يعني لم أستفيد شيء طبعاً كل الناس كانوا يلسوا قدام ويبغوا يسمع المحاضرات ويبغوا يستفيدوا وطب باطني وكذا أنا فيها كنت أجلس أجلس وراء كان في أحد الدكاترام دائماً يرجعني كذا يجيبني من وراء يقول لي تعالي قدام كل يوم على نفس المنوال لمدة ثلاثة أسابيع ويرأي كذا يجيبني من وراء يحطني قدام يجيبني من وراء طفشت الرجال خلاص يعني وصلت معي أنت جاية تبتستفيدي أو أنت جاية تبتجلسي وراء أجلس ببهتك يعني أنت جايبك لين يوم من الأيام حدث ما لم يكن توقعه جاء عندي كذا واخدني طبعاً هو بحكم خبرته في الحياة وبيحكم تجاربه ممكن الكلمة التي قال لي هي هذه قالها لكل الطلاب وكل الناس اللي بيقابلهم يعني هو ما كان يعني لي أنا فقط قال لي أنا أقول لك على حاجة يا بنتي طيب ترى عادي ترى عادي أنه إحنا نمر بمشاكل وترى عادي أنه إحنا تسر لنا عقبات في حياتنا ترى الشعور اللي أنت بتحسيه ترى جداً طبيعي لكن الجمالية في الموضوع والحلو في الموضوع أنه إحنا كيف سوف نتخط هذه المشكلة طبعاً قال لي هذا الكلام لم يلقي بالن ما يمكن أن يؤثر علي هذا الكلام هذه الكلمة في هذه اللحظة كان وقعها على قلبي زي السحر صدمتني صدمتني انتشلتني من القاعد إلى السطح من الظلام إلى النور غيرت مجرى حياتي بكل بساطة ما نستفيد من هذا الموضوع؟ أن الإنسان لازم أنه يصادف بيئة جديدة ناس جديدة مجتمع جديد لا تدري مين ممكن تقابل مين ممكن يعطيك نصيحة مين ممكن تشوف منه حركة مين ممكن تنعجب بشخصيته وتغير مجرى حياتك من لا شيء إلى شيء طبعاً كملت الحمد لله الكورس كان جميل جداً استفدت وحدت الأيام لكن أنا بسألكم سؤال إيش الفرق ما بين الآلة والإنسان إيش الفرق؟ إحساس؟ مشاعر؟ وعي؟ إدراك؟ عقل؟ كل هذه الأشياء في مقولة جميلة أحد رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية قابل الوزير السابق للصحة الدكتور توفيقة الربيعة قال له بالله يا دكتور كيف تخطيت جائحة كورونا بأقل الأضرار؟ كيف قدرنا ننجاح والعالم تنشد باسم السعودية؟ قال له كلمة واحدة كلمة واحدة قال له كن إنساناً لا أكثر ولا أقل كن إنسان تختلف المهن تختلف الوظائف لازم ولا بد أن تكون الطبيب الإنسان المعلم الإنسان الإداري الإنسان الكاتب الإنسان فعندما تفقد الإنسانية فلا قيمتها للوظيفة ولا للمهنة دائماً وأبداً لما تجي تكلم أحد تنصح أحد حط نفسك مكان الشخص سترضى على نفسك دائماً وظف الإنسان الذي بداخلك وليس الآلة دائماً نصادف مواقف يقول لك والله يكون عندك مشكلة كبيرة وما تحال وتروح عند الناس وتقول لك والله أحس فيها والله يفهمني يعني بعطف كده لأنه فقدنا الإنسانية في المهن الشهادة الوظيفة المراتب كلها لا تنسيك أنه في إنسان بداخلك لازم ترجع لهذا الإنسان في كل خطوة تخطيها شكراً طبعاً من هنا الحمد لله بدأت سلسلة تطوري نجاحاتي نشرت أكثر من خمسة أبحاث في مجلات معروفة شاركت في أكثر من ثمانية مؤتمرات بدرت في أكثر من عشرة حملات تطوعية أدرت أكثر من الحمد لله هنا بدأت نفس الشي مسيرتي في السوشال ميديا على مواقع التوصل الإجتماعي إلى إنستجرام خلال ممكن أدرت أكثر من خمسين حوار مع خمسين ضيف أو أكثر منهم أطباء وغير أطباء ولله الحمد حصت أعلى نسبة مشاهدة في ذلك الحين بما يقارب مجموعها كان مئة وعشرين ألف مشاهد استضفت في كثير من المرامج التلفزيونية من الإذاعات طلعت في جرائد محلية الحمد لله طبعاً كثير تسمعوا طبيعين هي جاية تحكينا يسوت لا تفاهمين غلط بس نخلينا أشرح لكم هي الفكرة أنه هل أنا اكتفت؟ أنا ما اكتفت كل هذه الأشياء اللي سمعتوها ما هي إلا رحلة أنا أستمتع بالرحلة كل هذه الإنجازات ما هي إلا الكرزة اللي فوق الكائكة دائماً وأبداً هتواجهنا عقبات وحتواجهنا مشاكل في حياتنا لكن تذكر أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل إيش القفزة اللي سارت في حياتي أو إيش اللي تغير في حياتي هي أشياء بسيطة تألمت تألمت تعلمت التزمت في ناس تتألم تتعلم لكن ما تلتزم وترجع لخاطة البداية والحمد الله بعدها تغيرت ورضيت فشل؟ نعم فشلت أثر في الفشل؟ نعم لكن أحياناً كثير الفشل نعمة وليس نقمة كثير من الناس يقولوا أنه والله أنا فشلت دائماً وأبداً تذكر أنه النجاح الحقيقي هو عدد المرات التي تستعيد فيها توازنك من الفشل فتذكر أن بداية الصيف إيش الشتاء وبداية النور الظلام وبداية الضغوطات الراحة فمن قوة الفشل تنبعث الطاقة صح ولا لا؟ جميل طيب تذكروا السؤال اللي قلت لكم أنتوا تايب اي ولا بي أحد مشكلات وأحد ما مشكلات تذكروا صح؟ بكل بساطة أنا إنسانة تايب مي تايب نفسي إنسانة تعرضت لمشكلة كبيرة قابلت شخص كان معاها الطبيب الإنسان حس فيها نصحها تغيرت مجرى حياتها دائماً وأبداً إذا تبغى الناس تساعدك ساعد الناس وإذا تبغى الناس تدعي لك أدعي للناس وإذا تبغى الناس تحس فيك حس في الناس الخير عبارة عن دائرة تلوف 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 وترجع لك لأن الجزاء دائماً من جنس العمل بالمناسبة شايفين هداك الكورنر اللي هناك كلكم شوفوا هداك الزاوية اللي هناك هذه الزاوية اللي هناك هذه الزاوية بكل بساطة قبل ستة سنين كانت الزاوية اللي قلبت حياتي رأساً على عاقب الزاوية اللي اختبرت فيها المادة وعدتها وها أنا اليوم في نفس المكان من زاوية أخرى على مسرح تيدكس من كلية البترجي لأول مرة أشارككم قصتي رسالتي لكم أنت من تحدد زاوية حياتك حتى ترى نجاحك شكراً لكم